بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذه مراجعة لقصة ابن طفيل المعنونة بحي ابن يقضان هي أشبه القصص العربية بالأسلوب الروائي الحالي وابن طفيل هو أبو بكر محمد ابن عبد الملك ابن طفيل القيسي الأندلسي توفي سنة خمسمائة وواحد وثمانين هجرية فابن طفيل كما يظهر من خلال القصة كتبها ردا على فئام من الناس وعلى العامة التي لا تستجيب لمن يدعو ويتكلم عن الكشف وذوبان الذات في غاية مقامات التنسك فأنت لا تفصل ما بين نقمة حي ابن يقضان في القصة وما بين كلام مؤلفها ابن طفيل على وجه الحقيقة فالأفكار الموجودة في القصة ليست إلا انعكاسا لأفكار مؤلفها والمؤلف عموما لا يلتزم الأسلوب الروائي الحديث فهو لا يفصل أحيانا ما بين الكلام الباطني لبطل الشخصية وتعليق المؤلف فالبطل في القصة كما هو مفترض شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يتكلم لأنه لم يحتك مع البشر قط ففي القصة يظهر على أنه يهيم في التأمل الداخلي ثم تختم الفقرة بآية قرآنية حسنا عن ماذا تتكلم القصة؟ تتكلم عن حي ابن يقضان الذي أرسل وهو رضيع إلى جزيرة نائية ليس فيها بشر وعاش مع الحيوانات وهذا يدل لك أن فكرة طارزان عربية في أصلها أظهر المؤلف من خلال الطرح في مقدمة القصة على أن الكائن البدائي يتكيف مع الطبيعة بناء على الغريزة والعاطفة وحب الفضول وهما المحرك والدافع لكي يتأمل ويجرب ويكتسب خبرة في تشريح الأمور وتقييمها هذه الفطرة الطبيعية والتأمل في الطبيعة والتوغل فيها لابد أن توصله إلى الخالق فهو مقصد ثاني من القصة كيف يمكن أن تؤمن بوجود الإله وحتى وأنت لم تعاشر البشر ولم تتطلع على ثقافتهم ولم يكتفي المؤلف بإظهار هذه الخبرة حول الطبيعة وقوانينها بل بالغ حتى جعل هذا الكائن البدائي في مقام الفلاسفة الطبيعيين فهو يتأمل في الكون هل هو حادث أم قديم وما اللوازم التي تترتب على كلا القولين ويبدو أن ابن طفيل لم يحسم أمره في هذا وأظهر فساد كلا القولين ولم يرجح أو يأتي بخيار ثالث حاول ابن طفيل في قصته أن يفكك بعض مصطلحات الفلسفة بشكل قصصي مبسط فتكلم عن حدوث وقدم العالم وما معناه وما لوازمه والجسم وتنزيه الإله عنه وعن فلسفة لكل حادث لا بد من محدث وغيرها وهذا يفسر سبب شهرة هذا الكتاب في الغرب ولدى الفلاسفة على وجه التحديد وهذا التبسيط في الأسلوب أمر صرح به ابن طفيل في خاتمة الكتاب فقال وأردت تقريب الكلام فيها على وجه الترغيب والتشويق في دخول الطريق ومن المعلوم أن القصة من أفضل الأساليب لتعميق الفكرة وبثها بين عامة الناس وبالأخص في جوانب الفلسفة وهذا ما تنبه له وهذا ما تنبه له وهذا ما تنبه له الشيخ عمر وهذا ما تنبه له وهذا ما تنبه له الشيخ عمر ابن محمود فقال عن كتاب قصة الإيمان لنديم الجسر وعلينا ألا نقلل من قيمة القصة والحكاية والرواية فهي فن ذكي يمكن من خلاله تعميق قيم علمية ونشرها كما فعل الشيخ نديم الجسر في قصته الإيمان وهي قصة ذكية علمية رائعة لا أعلم لها مثيلا صار فيها الشيخ قصة الفلسفة مع قضية الغيب والإيمان بالله بطريقة ذكية ممتعة تجعلك تسير معها سيرا هينا لا مشقة فيه مع صعوبة مباحث الفلسفة كما هو مشهور وقد ذكر الدكتور عبد الوهاب المسيري هذا أيضا في افتتاح رحلته الفكرية فقال اكتشفت في أثناء سنوات عملي بالتدريس أن رواية القصص وضرب الأمثال تنقل للمتلقي الأفكار المجردة الصعبة بسهولة ويسر ولا أخال الحي ابن يقضان وأسلوب ابن طفيل إلا أنها على هذا المنوال وقضية الكشف ومقدماتها لا ينتطح كبشان في بدعية هذا التوجه وضلاله ومن طرائف ابن طفيل أنه يعترف أن الكشف لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لماذا ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم الإلهي وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في أمر عظيم من التجسيم واعتقاد أشياء في ذات الحق وهو منزه عنها وبريء منها لا أعلم لماذا هذه الثنائية ما بين المكاشفة والتجسيم وكأنه لا يوجد خيار ثالث وهو رفض الاثنين معا على العموم من أفضل ما ألف في هذا الباب في مناقشة هؤلاء حسب أهل الإختصاص هو كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لمحمود عبد الرؤوف القاسم تبقى نقطة أخيرة ملفتة وهي أن الكتاب ألف في القرن الخامس الهجري ومع ذلك ترى المؤلف يقول وقد ثبت في علوم التعاليم بالبراهين القطعية أن الشمس كروية الشكل وأن الأرض كذلك وأن الشمس أعظم من الأرض كثيرا وفي فصول مقدمته حاول أن يبرهن على ذلك وهذا والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين